وفور وصوله لمدينة شرم الشيخ قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة انتفقدية لمتابعة الصورة النهائية لمختلف مشروعات التطوير التي شهدها مطر شرم الشيخ الدولية كما تفقد مدبولي المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات وخلال الجولة تمت الإشارة إلى أن المنطقة الزرقاء وامتداداتها تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة وستشهد جلسات عامة وخاصة وأحداث جانبية ومعارضة وأجنحة ويشارك فيها رؤساء الدول والوفود الرسمية والمفاوضون ووسائل الإعلام والمنظمات والهيئات المعتمدة اشتركوا في القناة